بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة هناك آية تتحدث عن جمع القرآن إن علينا جمعه وقرآنه هذه الآية وردت في سورة القيامة الآية رقم 17 بحقيقة هذه الآية فيها نظام عجيب عندما قمنا بنشر حقيقة فيه دقيقة عن هذه الآية وقلنا إن كل آية لها أربع أرقام رئيسية كل آية في القرآن لها أربعة أرقام رقم السورة التي توجد فيها يعني كيف نميز أي آية من آيات القرآن بأربعة أرقام رقم السورة أولا ثم رقم الآية ثم عدد الكلمات ثم عدد الحروف هذه أربع أرقام رئيسية كل آية في القرآن لها أربعة أرقام الله تعالى يقول إن علينا جمعه وقرآنه ماذا يحدث إذا جمعنا هذه الأرقام الأربعة التي تتحدث عن القرآن رقم سورة رقم سورة القيامة حيث توجد هذه الآية خمسة وسبعين ورقم الآية سبطعش عدد الكلمات طبعا لدينا أنظمة متعددة في القرآن الكريم أنظمة عددية متعددة مثل هذا الكون إذا نظرنا إلى الكون نجد أن لدينا مجموعة من الأنظمة العددية القرآن فيه أنظمة عددية لماذا؟ لأن الذي خلق الكون هو الذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى فأحد الأنظمة المعتمدة في القرآن الكريم أننا نعد كل كلمة منفصلة عما قبلها وما بعدها كلمة بغض النظر عن المعنى اللغوي يعني مثلاً الواو واو العطف عندما نقول والله على كل شيء قدير الواو كلمة لماذا؟ لأنها تكتب منفصلة عن الكلمة التي بعدها حتى في الإعراب نحن نقول الواو حرف عطف ثم الله تعالى مثلاً فاعل أو كذا هناك واو الثمانية التي تحدث عنها العلماء يعني مثلاً عندما نفتح القرآن على سورة الزمر ونجد قول الله عز وجل حتى إذا جاءوها عن أصحاب النار يقول فتحت أبوابها فتحت يعني كانت مغلقة ففتحت أبواب جهنم لأنها مغلقة بينما الجنات مفتحت الأبواب لذلك قال تعالى والجنة لها ثمانية أبواب لذلك سميت واو الثمانية قال حتى إذا جاءوها عن المتقين وفتحت واو العاطف هنا لها عمل ليدلك على أن الأبواب مفتوحة هي مفتوحة من قبل ومفتوحة من بعد مفتحة جنات عدن يدخلونها مفتحة لهم الأبواب إذن الواو لها عمل حتى هناك آيات في القرآن آيات كثيرة الواو لها عمل وإحصاء واو العاطف أيضا فيه عبرة وحكمة وإعجاز لذلك أحد مناهج العد عد الكلمات في القرآن أن عد الواو كلمة مستقلة المنهج الآخر أنها تلحق بالكلمة التي بعدها مثلها مثل الفاء مثل الباء مثلا نقول بالله أو فالله أو تالله كلها للحرف ملتصق بالكلمة ويعد معها وهنا الواو يمكن أن نعتبرها جزء من الكلمة ونعدها مع الكلمة وليست منفصلة هذا منهج ثاني المنهج الآخر أن نعد الحروف حسب الرسم العثماني الرسم العثماني هناك الهمزة أضيفت فيما بعد لم تكن مكتوبة زمن النبي عليه الصلاة والسلام الهمزة أضيفت فيما بعد علامات التشكيل التنقيط المخطوطات التي تعود لزمن النبي عليه الصلاة والسلام خالية تماما من أي شيء إلا من الحروف حتى لا يوجد فيها أرقام لا يوجد فيها أي شيء إلا حروف القرآن كلمات القرآن وحروف القرآن إذن أيها الأحبة لدينا منهجين في عد الحروف منهج يعتمد الرسم الأول للقرآن وهو منهج صحيح لأنه معتمد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالهمزة لا تعد حرفا الواو التي فوقها ضم همزة تعد واوا التاء المربوطة تعد هاء لأنه لا يوجد في الرسم الأول تاء مربوطة وهاء وكذا فكله هاء يوجد حرف هاء 28 حرفا في الرسم العثماني لدينا الحرف الألف إذا كان فوقه همزة يعتبر حرف تحته همزة حرف آخر الهمزة على السطر لها تعد الياء التي فوقها همزة النبرة التي فوقها همزة تعد أيضا لا تعد ياء تعد حرفا الواو التي فوقها همزة تعد فيصبح لدينا مجموع حروف اللغة العربية حسب الرسم العثماني 35 حرفا سبحان الله يبقى من مضاعفات رقم 7 7 في 5 أما الرسم الأول الذي اعتمد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيحوي 28 حرفا أيضا 7 في 4 الآن أيها الأحبة سوف نطبق منهجين على هذه الآية ونجد أن كلا المنهجين يعطينا نفس النتيجة المنهج الأول أن نعتمد الرسم العثماني مع فصل واو العطف تعد كلمة نعود للآية الكريمة إن علينا جمعه وقرآنه كم كلمة هنا إن علينا جمعه وقرآنه دعوني أكتب معكم هنا سنكتب حسب الرسم الأول والأول والواو مفصولة إن علينا جمعه طبعا هذه الآية إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه عدد الكلمات أيها الأحبة كم؟ خمسة انظروا معي سأكبر قليلا هنا إذن عدد الكلمات خمسة عدد الحروف سبطعش إلى آخره الذي يهمني الكلمات والحروف والآية رقمها سبعة عشر رقم الآية السبطعش وموجودة آي في سورة القيامة التي رقمها كم؟ أيها الأحبة كم رقم سورة القيامة؟ خمسة وسبعين إذن أنا لدي أربعة أرقام دققوا معي الآية تتحدث عن جمع القرآن خمسة وسبعين رقم السورة السبطعش رقم الآية عدد الكلمات خمسة عدد الحروف سبطعش كم مجموعة هذه؟ دعوني أستخدم الآلة الحاسبة استخدم الآلة الحاسبة الآن ونجمع خمسة وسبعين زائد كم؟ سبطعش زائد خمسة زائد سبطعش كم المجموعة أيها الأحبة؟ ميو أربعة عدد سور القرآن الكريم الآية ماذا تقول؟ إن علينا جمعه وقرآنه إشارة إلى عملية جمع وإشارة إلى القرآن فجاء مجموعة هذه الأرقام الأربعة التي تميز هذه الآية بعدد سور القرآن سبحان الله لا يستطيع أحد أن يقول إن هذه مصادفة الآن الشيء المذهل الذي نبهنا إليه أحد الأخوة جزاهم الله خيرا في التعليقات التي على اليوتيوب وأنا هنا أود أن أشير إلى أن أي قارئ تخطر بباله فكرة يمكن أن يوصلها لنا لنوصلها للناس لعلهم ينتفعوا بها فهذا أمر الدال على الخير كفاعله فربما يشاهد هذا الفيديو الآلاف فيكون لهذا الشخص آلاف الحسنات يعني تماما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فلا تستخف بهذا الموضوع عزيزي المشاهد إذا كان لديك أي فكرة فشاركها مع غيرك أو أرسلها لنا لنوصلها للناس نحن دورنا أن ننقل هذه المعلومات للناس والله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي وعنده حسن الثوب الآن أنا سأستخدم المنهج الثاني في ماذا؟ في الإحصاء نستخدم الرسم العثماني ونستخدم دمج واو العطف يعني الواو هنا عددناها كلمة إن علينا جمعه وقرآنه عندما ندمج الواو بالكلمة حسب المنهج الثاني يصبح عدد الكلمات إن علينا جمعه وقرآنه أربعة لنرى سنستخدم هنا في البرنامج زر للدمج واو العطف ثم هنا لدي اختيار الرسم رسم إملائي رسم أول رسم عثمان إله سنختار رسم العثماني الموجود بين أيدينا اليوم انظروا أيها الأحبة انظروا معي دققوا إذن إن علينا جمعه وقرآنه دققوا معي هنا أيها الأحبة إذا سمحتم سأكبر الصورة لنرى طبعا كم عدد الكلمات هنا أصبح أربعة ولكن عدد الحرف 18 لماذا لماذا زاد واحد لأن قرآنه يوجد فيها همزة وضيفت فيما بعد لسهولة القراءة وضيفت أثناء تنقيط القرآن هذه الهمزة لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أضيفت بعلم الله وبقدرة الله وبإلهام من الله الكتاب كتابه ولا يسمح لأحد أن يتصرف به إلا بإذنه سبحانه وتعالى إذن هذه الهمزة زادت عدد الحروف واحدا أصبح لدينا هنا إن علينا جمعه وقرآنه الكلمات أربعة الحروف 18 طيب هل تختل القاعدة التي وضعناها قبل قليل؟ يعني أنا لدي سورة القيامة رقمها 75 دعوني أستخدم الآلة الحاسبة من جديد سورة القيامة رقمها قلنا 75 لنكتب 75 هنا زائد رقم الآية 17 هذين رقمين ثابتين ولكن عدد الكلمات هنا كم؟ أربعة سنضيف الرقم أربعة زائد سنضيف عدد الحروف وهو 18 حرفا 18 المجموع كم؟ 114 يعني الشيعة بقي المجموع 114 فهذا يعني كأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان أنا ضبطت لك هذا الكتاب مهما اتبعت من طرق للعد والإحصاء ومهما بحثت سوف تعود لتجد نتجاتها لأنه كتاب محكم ما معنى محكم؟ يعني أي طريقة تتبعها أي أسلوب تبحث به تجد هذا الكتاب محكما سبحان الله هذا يدل يدل والله أيها الأحبة على أن القرآن فيه أنظمة عددية متنوعة سواء من حيث الرسم من حيث العد الحروف من حيث الواو العطف من حيث أنظمة متعددة وهذا الشيء لا يمكن لبشر أن يقوم به يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليقول آية إن علينا جمعه وقرآنه ثم عندما نحسب الأعداد الأربعة التي تميز هذه الآية نجدها 114 عدد سور القرآن وهي تقول جمعه وقرآنه ونستخدم عمليات الجمع هنا لنجد 114 ثم نغير الرسم من الرسم الأول إلى الرسم العثماني أصبح لدينا اختلاف في الأرقام ولكن المجموع النهائي عاد 114 والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله كما علمنا الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته